تروح لأحمد رقوف أحمد رقوف يروح بيشوتها تقلش تروح لأحمد الظاهر يحطها دايرك تيجي في رجلح عبدالواحد وتخش جون ده اسمه توفيق وفي كرة القدم فكان في توفيق لكابت المختار في البطولة دي أقول لكم حاجة ألاز كابت المختار مختار كان السنة اللي فادت بيدرب الوحدة السعودي وصل لنهاء الكأس وصل لنهاء الكأس من غير ما يفوز بأي مباراة صعد في كل مبارياته بضربات الجزاء وصل لنهاء النهائية ضد الهلال اتغلب 5-0 وكان أحمد علي أحرز أحد الأهداف في المباراة النهائية ولكن كانت لأول مرة من 40 سنة الوحدة يوصل لنهاء كأس الأمير فده التوفيق وعدم التوفيق نروح بقى لكن إحقاقا للحق فرقة كان في طريقها الإسماعيلي والأهلي والشرطة والمقاولين وفرقة زي الزمالك في طريقها ودي دجلة كان مهدد بالهبوط تفضل في آخر مباراة والجونة كان مهدد بالهبوط وحرس الحدود مستوى متزبزب من الموسم الماضي وفي النهاية الزمالك بيقابل مبي وسط 70 ألف متفارق نيجي في أربع ماتشاط لنادي الزمالك في كأس مصر منذ أن تولى كابتل حسن شحاته المهمة بعد التدعيم وبعد ما الزمالك جاب لعيبة سواء في الدفاع أو في وسط الملعب أو في الهجوم حصل إيه؟ الزمالك دخل في مرمى ست جوان في أربع متشاط ست أهداف في أربع متشاط ودائما كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج نكلم منطقيين نكلم ودي دجلة لم يبقى إلا عشرين دقيقة والزمالك خسران واحد سفر ثم الجونة يتقدم على الزمالك في الشروط الأول اتنين سفر ثم يعود ثم حرس الحدود يتقدم ثم يتعادل الحرس ويضيع إحدى الفرص الخطيرة كان من الممكن جدا أن يتقدم ثم يعود عن طريق عمر ذاكي خطأ من علي فرق ثم يتقدم في مطشي أمبي ثم يتعادل ويفوز نادي أمبي نيجي للتغييرات عشان نكون منطقيين ونتكلم بحق ربنا تغييرات كابتن مختار مختار مجبر أخاقة على التغييرات زي ما بيقولوا عبد الظاهر صليبي عمر فهيم مزق وفي النهاية لازم لابد من تغيير الاتنين فبالتالي مش بإيده غير سردباكين ونزل سردباكين تانيين النهاية التانية كابتن حسن شحاد كرة القدم يا جماعة هي هزيمة أو فوز عند الفوز يقال على المدرب أنه عالمي في تغييراته وطرى أكثر من تحليل جهابزة التحليل هيحللولك أنه هو عالمي ولو خسر جهابزة التحليل هيقولولك أنه هو خلص على الفرقة بس تعال نتكلم منطقي على أراء تختلف في بعض الأشياء اللي ممكن نتكلم فيها مع كابتن حسن شحاد تعال نتكلم على التغيير الأولاني حازم إمام مكان عمر جابر عندما قتل كابتن حسن شحادة إلى نادي زمالك قرر أن عمر جابر لا يصلح للباكرايد ولعبه كل مطشاط النمسا ديفندر ولعبه كل المطشاط الودية ديفندر ولعبه مباراة الحرس ديفندر ولعب مطش المتخب الأولمبي ديفندر ثم تم تغييره كابتن حسن شحادة في المباراة الأخيرة مكان حازم إمام الذي لم يكن موفقا ولكن النهاية عمل جون عمر زاكي ولكن عمر جابر كان أوحش من حازم منزل ما كانش كويس بقاله فترة ما بتمرنش في الحتة دي هو خلاص متعود على الحتة دي طيب ناس تقول لك كان من المفترض أن عمر جابر ينزل مكان أحمد حسن أحمد حسن لعيب كبير وعمل مطشاط كويسة منذ أن انتقل للنادي الزمالي ولكن مباراة لم يكن موفقا أحمد حسن كنت حاسس أنه عايز يجيب جون كل تركيزه أنه يحرز هدف وأنه واحد دفاعية عنده يعني مش قوية أوي بجانب أن شيكابالا في المطشاط المصيرية يختفي وأنا قلت لكم من السنة اللي فاتت أن حسن ياسر هو أفضل لاعب في نادي الزمالي في المباريات التقيلة الزمالي بلاعب الأهلي تلاح حسن ياسر شيكابالا اتمسك حسام عشور مش موجود شيكابالا حسن ياسر موجود شيكابالا في مطشاط مصيرية مش موجود بيختفي مطش الأفريقية التومسي هنا بيختفي مطش المصيرية للدوري بيختفي في النهاية الدوري ومطش امبارح بيختفي شيكابالا فأحمد جعفر مش موجود فرص ضائعة في المطشاط اللي قبل كده كان مميز جدا طيب كان من المفضل رد أحمد حسن يطلع وعمر جابر ينزل وكابتل حسن يعمل جابهة حازم يام وعمر جابر ناحية الليمية كاتفندر ويقام من نص الملعب ويدي الحرية لشيكابالا وحمد جعفر وعمر زاكي انهم يدفعوا يهجموا وما يدفعوش دي كانت وجد نظر طيب علاء علي علاء علي لم يلعب مع نادي الزمالك في كأس مصر ولم يعتمد عليه بل بالعكس كنا بنسمع ان علاء علي هيتحط فوق البيعة لو عبدالله سعيد جهد مش عيب ان حجيب عبدالله سعيد أفضل من علاء فعلاء يروح إعارة ويرجع ولكن علاء علي في وجود محمد إبراهيم اللي طلع بارة 18 علاء علي في وجود رزاق اللي عمل مطش ودي وجاب جنين في الشمس وحطيته وطلعت أحمد حسان ميدو طب لقى إيه لا حط عبدالرزاق وعبدالرزاق مش عايز أحرقه يبقى ما حطوش يبقى حط محمد إبراهيم بلاش رزاق دلوقتي خالص يبتلي الدورة زي ما أحمد حسان ميدو ومش جاهز يبتلي الدورة ولكن طالما وضع الترزاق هو لاعب محترف ولاعب مهم وأحرز أهداف في السويد وفي المطش الودي ظهر بمستوى قويس يبقى لابد أن أستفيد منه ولكن علاء علي نزل اللي أنا عارف وجهة نظر كابتن حسن شي حتى ممكن تكون دي علاء علي جاب خمس تجوان في الخمس في الأربع مطشاط أو أربع تجوان في الأربع مطشاط الوديين بشوت من برة 18 وجهة نظر كابتن حسن قال لك لو علاء نزل في حتة دي وفي الوقت ده يشوت ستين تلاتة يجيب جون دي وجهة نظر ولم تتحقق حسين حمدي بقى له فترة عايز وقت عشان يتأقلم كابتن حسن اتخطف في ديئة تمانين بهدف تاني لم يتوقعوا زمائك لما تقدم هل كان من المفترض انه يقفل ويلعب زون تعال تعال نقول لتاريخ كابتن حسن شحاتة في الفوز بالبطولات والمباراة النهائية عندما يلعب كابتن حسن شحاتة أمام فريق أكبر منه يتقلق لو لعب بفريق بيدافع يخسر ازاي سح العج بيهجمك تكسبه 4 و 1 كاميرون بتهجمك تكسبها كاميرون بتهجمك تكسبها أنجولا توازن يجي في الجون وغانا بتهجمك تكسبها برازيل بتهجمك وبتقفل تكسبها إيطاليا بتهجمك تكسبها المقاولين والأهلي في نهاية كاس مصر ما كان كابتن حسن ماسك بتقفل الأهلي بيهجمك تكسبه الزمالك في السوبر الزمالك بيهاجم مساحات تكسبه لكن تعالى نايجر ليباريا جزائر مطشاط بتخسرها المفاريق بدفك تعالى نشوف المطشاط التانية الجونة الحرس ربنا سطر مع الزمالك في المباراة دي وأخيرا امبي ما راحش امبي في المباراة دي إلا بكورتين والكورتينجم جوان زمالك راح بخمس كور ما جابش ولا جور دي وجهة نظر دي وجهة نظر